قيل أنها عاصمة السخونة وصنفت بأنها أكثر دول العالم حرارة الكويت وصيف حار ملتهب كسر حاجز الخمسين درجة مئوية كعادته في العام الماضي سجلت منطقة مطربة 53.4 واستقبلنا رسالة من المنظمة العالمية الرسالة الجوية عشان يجون في حصون هذه المنطقة فإن صحت أجهزتنا وإن صحت هذا التسجيل فإن الكويت تكون أحر منطقة في شرق الكرة الأرضية سجلنا الآن في دولة الكويت أعلى درجة إلى الآن أو الصيف هذا سنتكلم النصف الأول من شهر 6 51% في منطقة مطربة الصحراوية كذلك 51 سجلت في مدينة الكويت مطار الكويت الدولي سجل 50 درجة مئوية متوقع تستمر إيانا هذا المعدل خلال اليومين القادمين أرقام قياسية باتت طبيعية عند سكان الكويت التي يتوقع لكونها منطقة صحراوية أن تتخطأ أعلى درجات الحرارة خلال الشهرين المقبلين جو الكويت يعني الكل معرف عنده أن الجو يعني حار صيف وتشتات في شدة الحرارة خصوصا في شهر سبع في شهر ثمانية هذا اللي قاعد نشوفه أن صد حرارة مو يعني مو طبيعي توصل إلى 50 إلى 52 خاصة بالمناطق الصحراوية توصل هالدرجة الحرارة فعالية غالبا فترة الصيف كل الكويتين برا غالبا أغلب الكويتين برا أو شالهات مو كان يعني اللي فيه الجو شوية رطب غالبا تلقينهم هالأماكن يعني وبحسب المختصين ستقل درجة الحرارة خلال أيام بعد تأثرها بمنخفض الهند الموسمي والذي يؤثر على فترات بمعدلات الحرارة في فصل الصيف زهراء الكاظمي لتلفزيون المجلس